بسم الله الرحمن الرحيم وقد قرأنا كثيرا في القرآن تلك حدود الله فلا تعتدوها تلك حدود الله فلا تغربوها وقرأنا الليلة تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات من تدري من تحتها الانهار وخالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين لما ذكر الله تعالى عقوبة الزنا وأنهم ينبضي أن يعاقبوا ليزدجرواهم وليزدجر غيرهم حتى لا يقع فيما مقعوا فيه ثم بيّن جل على محرمات النساء اللواتي حرمهن على الأبد النساء القريبات فالله تبارك وتعالى اقتضت حكمته أن تبقى علاقة النساء محمية مما تتعرض له العلاقات الزوجية فالعلاقات الزوجية ليس لها استضاة الاستمرار والديمومة وهي متعرضة للخلاف والمشاكسة ولكن العلاقة الرحمي علاقة ثابتة مستمرة وفطر الله تعالى البشر والإنسان على الترفع عن أن تكون له شهوة إلى أقاربه وحرم عليه الأقارب كما في هذه الآيات التي سمعنا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم ومن حكمتها كذلك أن الله تبارك وتعالى أراد للنكاح أن يكون آصرة بين الناس وشعل الصهارة أخت النسب وجعل بينهما نسباً وصهرع جعل بينهما نسباً يترابطان به وصهارة كذلك يترابطان به وهذه العلاقة هي زيادة على علاقة النسب فينبضي أن تكتسب به أن تكون في دوائر بعيدة عن العلاقة التي حصلت بالنسب فتزداد العلاقات وتتعضد الأواصر بين المجتمعات والقبائل وتتعزز الأواصر كذلك بين الناس ثم بعد أن ذكر محرمات النساء بيّن الله تبارك وتعالى أنه لا يريد لنا العنة ولا يريد لنا التضييق وإنما يشرع هذا لمصلحتنا ما يريد الله ليجعل عليكم حرج فقال الله تعالى في خواتيم الكلام على محرمات النساء ومن لم يستطع منكم الطول أن ينكح المحصنات المؤمنات فإنما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله علوم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحون بإنئلهن وآتوهن وجرهن بمعروف محصنات وضيلا منسابحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بباحشة فعليهن نصف مع المحصنات والعذاب ذلك لمن خشي عنات منكم إلى قوله تعالى يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا مين عظيمة يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يتوب عليكم ويطاهركم بما شرع لكم ببعد عن الفاعشة ويبقى المجتمع متماسكا ويحمي الله تعالى الإنسان نفسه فالزنا يعرض الإنسان نفسه لأنه سيجعل هناك اختلاطا في الأنساب ويجعل النساء على الولد وتضعف الحمية فالله يريد الإنسان أن ينشأ في بيئة حاضنة في أبي لا ينازع عليه ولا يشك في انتمائه له يعلمه هذا الأب ويربيه ويحضنه ويقوم عليه فلو كان يشك فيه ولو كان يتنازع فيه لضع هذا الإنسان ولضع هذا الولد ولذلك قال الله أنه جعل هذا لمصلحة الإنسان وأن الذين يريدون أن نتبع الشهوات يريدون منها أن نميل ميلا عظيمة يريدون أن يقع النساء على النساء فلا تكون هناك زوجة مختصة برجل لا ينازع عليها ويقع النساء على الولد وتشيع الأمراض وتشيع الأوبئة التي جعلها الله تعالى عقابا على الزنا نسأل الله أن يطهر قلوبنا ويغفر ذنوبنا ويحصن فروجنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته